تزداد العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والسعودية رسوخا وثباتا في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك سلمان بن عبدالعزيز ملك السعودية وقد ترجمت هذه العلاقات في زيارات واتصالات لا تنقطع بين مسؤولين من البلدين بغرض تعزيز العلاقات فيما بينهما منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة البلاد وضع أولوية كبيرة للعلاقات مع الدول العربية والعلاقات المصرية السعودية خير دليل على ذلك فخلال السنوات الأخيرة شهدت تطورا كبيرا وازدادت رسوخا في عهد الرئيس السيسي وترجمت في زيارات واتصالات لا تنقطع بين مسؤول البلدين العلاقات السياسية بين البلدين وصلت إلى آفاق أرحب والتنسيق الكامل والتشاور الدائم هو سمة العلاقات بين البلدين بهدف مواجهة كل ملفات المنطقة وأزماتها وما يتعلق بها من تهديدات وتحديات انطلاقا من فرضية أساسية تقوم على الرفض التام لكل التدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية أي كان مصدرها لكونها تشكل تهديدا لاستقلال الأراضي العربية وسيادتها وتفكيكا لوحدتها الوطنية وفي الملفات الإقليمية والقضايا السياسية تدعم مصر والمملكة العربية السعودية المبادرات السياسية والحلول السلمية لكل أزمات المنطقة في سوريا واليمن وليبيا وفقا لقرارات مجلس الأمن والمبادرات الإقليمية والمرجعيات ذات الصلاة بما يحافظ على استقرار هذه الدول ووحدة ترابها الوطنية ويضع مصالحها الوطنية فوق كل الاعتبارات ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار لشعوب هذه الدول بمعزل عن التدخلات الخارجية العلاقات السياسية تطورت أكثر في ظل الزيارات المتبادلة والاتصالات القائمة بين قيادة البلدين فخلال السنوات الماضية توجه الرئيس السيسي إلى المملكة العربية السعودية في مناسبات ومؤتمرات عدة وكذلك استقبل قادة المملكة على أرض مصر